موضوعنا الثالث في حلقة النهاردة عن تأثير نزلات البرد على الحمل نزلات البرد من أكتر الحالات المرضية اللي بتوصبنا وخصوصا في فصل الشتة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت فصل الشتة وفصل الصيف دلوقتي نتيجة فرق درجات الحرارة ما بين الحرارة الشديدة والأماكن اللي فيها أجهزة تكييف أو مراوح يعني المراوح أقل ضررا شوية لكن برضو بتضر لكن أجهزة تكييف فرق الحرارة بيبقى صادم جدا واسمحوا لي أن أنا في البداية بس أطمنكم وأبدأ بالإجابة الفورية عن سؤال هل نزلات البرد بتأثر على الحمل أو بمعنى أدق بتأثر على الجنين بمعنى أدق يعني والإجابة هي لأ متخافوش نزلات البرد لا تؤذي الجنين نزلات البرد يعني لو واحدة حامل دلوقتي سمعاني وعندها برد ألف سلامة على عدرتك الجنين فأمان ما تقلقيش لكن إحنا طبعا يهمنا الأم لكن ركزت أنا في إجابتي دلوقتي على الجنين لأن أنا متأكد أن سلامة الجنين وصحته أصبحت هي الهاجس الأكبر عند كل الزوجات الحوامل والحقيقة أن إحنا بنتكلم هنا عن نزلات البرد بمفهومها المعتاد وأعراضها اللي كلنا عارفينها واللي تتركز أغلبها في ارتفاع طفيف طفيف في درجة الحرارة يعني ما تزدش عن كم شرطة كده ما جابتش يعني الثمانية وثلاثين عطس رشح كحة خفيفة إحساس عام بتكسير الجسم كده شوية خلاص لكن في حالة شدة بعض هذه الأعراض لازم التعامل الطبي الفوري والحاسم معاه وبالتحديد مع ارتفاع درجة الحرارة لو كانت فوق الثمانية وثلاثين لأن ده بيكون بقى هنا فيه لقدر الله بيكون فيه خطر على الجنين خصوصا في الأسابيع الأولى من عمره كمان الكحة لو زادت الكحة أساسا من الأعراض الغير مستحبة تماما مع الحمل ففاكرين لما كلمتكم عن الإمساك في الحلقة اللي فاتت الكحة دي برضو بيبقى فيها حزق خلاص؟ سترين ده ده غلط مع الحمل خاصة برضو في الأسابيع الأولى وبرجع أكرر لحضرتكم أن الأدوية المستخدمة في العلاج لازم تكون تحت الإشراف الطبي من طبيب أو طبيبة متابعة الحمل وده لعدم ملأمة أغلب أنواع أدوية الكحة مثلا أو أدوية مخفضات الحرارة فاكرين الحالة اللي فاتت قلنا إيه؟ قلنا بنستخدم الأدوية والطبيب اللي بيقول لنا عليه قصيرة المدى سريعة المفعول قصيرة المدى اللي هو الجسم بيتخلص منها بسرعة دي الأدوية المتاح استخدامها خلال الحمل أنواع قليلة هي الأمان تمام؟ هرجع أفكر حضراتكم تاني قلنا أن الطرق الطبيعية والمعتمدة في مجملها يعني اللي بتعتمد في مجملها على تنشيط وتحفيز جهاز المناعة بتؤدي لنتائج إيجابية جدا وعلى رأس الطرق دي تناول العصير الطبيعية والشربة خصوصا شربة الفراخ شربة الدجاج شربة الدجاج بتفيد جدا في علاج نزلات البرد الراحة طبعا وتناول الأغذية الغنية بفيتامين سي اللي هو طبعا بينشط جهاز المناعة وطبعا قلنا من الأغذية دي موجود الفراولة والجوافة والفلفل الرومي الأصفر والأحمر الفلفل اللي هو الملون الكيوي البرتقان اللامون حاجات دي كلها البروكلي الطماطم الأرنبيت التوت الأحمر الأناناس البطاطس المشوية الكوسة كل دي حاجات فيها فيتامين سي طبعا المشروبات الدفية كلها مفيدة لعلاج الكحة لكن يفضل تجنب تناول القرفة خلال الحمل وفي بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا بينصحوا الزوجات الحوامل إنهم إذا كانوا في الفصل الثاني أو الثالث من الحمل إنهم ياخدوا مصل الأنفلونزا في الفترة من أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر عشان يغطي موسم الشتاء من ديسمبر حتى بداية مارس طبعا التطعيم ده لازم يكون في صورة غير نشطة اللي هي بنسميها الإن أكتيفيت وطبعا ممنوع تماما التطعيم اللي بيتاخد عن طريق الأنف لأن ده خطر عن الجانين خطر على الجانين